نتائج انتخابات الامريكية على الشرق الاوسط علينا مصر على المنطقة على ايران القادم في هذا الامر هاريس ام ترامب هاريس معناها عندنا بريق امل في رأيه من ناحية ان هي عندها مشروع بتاع بايدن وهي كانت يعني اقرب للجناح التقدومي من حزب الديموقراطي فهي يعني يقدر نقول عليها بايدن بلاس زائد له علاقة بموضوع حل الدولتين اللي احنا ده الحاجة الوحيدة اللي نقدر فيها نتحرك لعمل سلام دائم في المنطقة واللي هو مطلب في رأيه لكل الدول اللي عندها رؤية رؤية عشرين تلاتين في مصر في السعودية في الاردن في المغرب في دول عربية عندها خطة تنموية وبالتالي تريد السلام وتريد الاستقرار رأيه هيبقى هنا طبعا كما قلت هنا قبل كده وكده العلاقة بين اسرائيل وامريكا عضوية لتخيل ان امريكا هتبقى يعني تتعامل مع اسرائيل على انها عدو لا يعني ده موضوع محسوم بالنسبة لأي حد لكن الرؤية في الاخر اللي يحرك هذه العلاقة انا رأيه هاريس عندها مشروع اللي هم حاولوا يعملوه بعد حرب تاتة وسبعين وبعد حرب الخليج سنة واحد تسعين انك انت تخلق مشروع لسلام الشرق الاوسط وده كان نتيجة تحركات عملية مصر مصر في تاتة وسبعين كانت الحرب حرب الخليج كنا احنا دولة عربية قائدة او مشاركة يعني في الحرب وشاركنا في موضوع بقى مؤتمر مدريد واوسط ووعدها فالسلام بيجي مع مثل هذه المناسبة